شاركة مصر في معرض أوتوم إكسبو 2024 تستضيفه مدينة سوتشي الروسية تحت شعار التاقة النظيفة خلق المستقبل معا وذلك بمشاركة 75 دولة وركزت جلسات المعرض على التغيرات المناخية المحيطة بالعالم واستعراض الرؤى المختلفة ودور التاقة النووية في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التحديات المناخة مشاركة مصرية مكثفة في فعاليات اليوم الثاني والأخير لفعاليات المعرض الدولي للطاقة النووية أتم أكسبو 2024 تركزت على استخدامات الطاقة في المجال الطبية خلال الفعاليات تم توقيع بروتوكول لتعاون بين شركة روزاتوم الروسية وإحدى شركات الأدوية المصرية في مجال الأجهزة الطبية السنة اللي فاتت نجحنا في تقديم النايتر كوكسايد ايكويبمنت اللي هو التاينوكس للسلطات المصرية والسنة دي الحمد لله شاركنا هنا معاهم في المؤتمر لتوقيع الروتماب ودراسة التعاون في مجالات أخرى لتقديم جهازة الهيلس كير أو الهيلس تكنولوجي للقطاع المصر تم التطرق إلى كافية التعاون مع الشركة الروسية في مجال الأدوية وما هي الحلول التي يمكن تقديمها إلى السوق المصري روس أتم تفتخر جدا بتواجدنا في مصر وفي المقام الأول عن طريق تحقيق الحمد المصري لإنشاء محطة قناوية بدعبة في نفس الوقت ندرس كل الإمكانيات وكل أفاق موجودة في السوق المصري وفي هذا السياق سعدت جدا كذلك بتوقيع على خريطة الطريق لترويك الجهاز الفريد من نوعه تاينوكس لتوليد نيتريك أوكسايت وهذا الجهاز الطبي في رأينا عنده أفاق واسعة في السوق المصري المتخصصون في شركة تاروزاتهم RDS أكادوا استعدادهم لتقديم الدعم والاستشارات بشأن القضايا الفنية بالإضافة إلى تقديم برامج تعليمية ودروس تدريبية للعاملين في المجال الطبية بمصر في فعليات اليوم الثاني والأخير للمنتدى العالمي للطاقة أتوب إكسو 2024 وذلك لما تمثله الرعاية الصحية من أولوية لبناء الإنسان من مدينة سوتي بروسيا محمد الخطيب التلفزيون المصري